الحقيقة أنا كنت مفتقد الفقرة دي جدا خلال الفترة اللي فاتت لأنه ناس كتيرة جدا كانت بتقول لي يا عم إسلامة وما فيش حاجة ما فيش حائط صد كان بيجي في الآلف المنديال الآلف المنديال يعني كنا بنتكلم عن فريقنا أكتر بنحاول نتكلم عن نواحي الفنية والكلام ده كله لكن النهاردة بعد ما تبقى تالت لرابع مرة في كاس العالم للأندية وتصل للمدالية البروزية للمرة الرابعة في تاريخ المشاركات نادي الأهلي تجد أن هناك البعض بيحاول أن يقلل من هذا الإنجاز سؤال وانتو مزهقتوش السؤال ده موجه لكل الاستوديوهات الكوميدية الحقيقة وبعض الشخصيات الإعلامية اللي مش بتحب النادي الأهلي اختصار الأهلي في كأس العالم للأندية في الأول خليني أبدأ معاكم في الأول كانوا بيقولوا أصله هيخسر بنتجة كبيرة من التحجد هي هذه الاستوديوهات الكوميدية اللي جوه مصر واللي برا مصر اللي جوه مصر واللي برا مصر فكسبنا التحجد ده وبنتجة كبيرة خسرنا قدام فلومانينزي ولكن أداءنا في فلومانينزي كان أفضل أداء في الشوت الأول تحديدا وأخطاء تحكمية واضحة وبالجملة مش إسلام اللي بيقول كل خبراء التحكمية اللي تكلمت في هذا الأمر فمش عارفين يتكلم فكسبت نادي أوراوة الياباني اللي هو بطل أسيا بالمناسبة اللي كسب نادي الهلال في النهائي وكسب وكسب فتكسب البرونزية في كأس العالم يقولك لا ده كان لازم يصعد الأهلي يصعد للنهائي صح بيني وبينكو الأهلي كان لازم يصعد للنهائي طب يا أستاذي اللي بتتكلم ما تصعد أنت الأول بفريقك للبطولة أساسا أو خد دوري أبطال أفريقيا أو خد دوري أبطال أسيا ما حدش عارف التجمين اللي بيتكلم وبعد كده بأتكلم عن النهائي بس ما ينفعش تنظر على النادي الأهلي الأهلي كتب التاريخ بربع ميداليات برونزية عالمية لم يسبق للنادي الأهلي أحد في هذا الأمر ولم يصعد من مصر للبطولة أي فريق آخر وأنا هنا بتكلم عن الأستوديات بقى بتاعت مصر لأن الأستوديات بتاعت بره لسه هتكلم عنها في وقتها ولم يحقق أي فريق إفريقي أو عربي عدد الانتصارات اللي حققها النادي الأهلي في كاس العالم للأندية ولم يحقق أي لعب مصري الأرقام اللي حققها لعبت النادي الأهلي في كل المراكز في كاس العالم للأندية ولسه الناس بتتكلم وبتحاول أن تقلل من نجاحات النادي الأهلي حاجة غريبة جد